السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك بلادي وصدرت أخيرا قائمة المنتخب السوري الأول للرجال قائمة المحليين والمحترفين اللي هتشارك بإذن الله إن شاء الله في المعسكر المقبل المعسكر الداخلي داخل سوريا والمعسكر ده اللي كان بديل أو اللي أصبح بديل لمعسكر الإمارات اللي كان المفروض أنه هيكون في نفس التوقيت ولكن بسبب عدم وجود مباراة مع المنتخب الكويتي لأنه اعتذر عن تلك المباراة أصبحنا الآن نتحدث عن المعسكر داخلي داخل سوريا المفروض أن المنتخب السوري بإذن الله المعسكر هيكون من يوم أربعة غدا يعني إن شاء الله بإذن الله يوم الحد لحد يوم الاتنين الموافق 12 أكتوبر بإذن الله المعسكر هيكون حوالي 8 أيام فترة قصيرة جدا جدا ولكن نأمل أن تكون مفيدة للمنتخب السوري بإذن الله تحت قيادة الكابتن نبيل معلول ضغوط كتيرة جدا جدا حول الكابتن نبيل معلول ورغبات من كل جماهير الكرة السورية وكل أهليلة في سوريا وخارج سوريا لاستدعاء كل المحترفين والحقيقة أن الاتحاد السوري لكرة القدم قبل أن يعلن تلك القائمة الرسمية الآن يعني دخل كده في منطقة رمادية ما كانتش محسوبة للأمانة وهو أن جال سوف نستدعي كل المحترفين المفاجأة أن القائمة قائمة المنتخب السوري غاب عنها تقريبا أغلب المحترفين على الأغلب لن نجد داخل قائمة الكابتن نبيل معلول في المعسكر المحلي اللي هيبدأ بكرة إلا ثلاثة فقط من المحترفين والبقية من المحليين نحن لا نقلل بأي حال من الأحوال من المحليين على حساب المحترفين ومنجلش أن المحترفين هم يعني عليهم شرطة أو مميزين أكتر ولكن الحقيقة أن المنتخب السوري قوامه محليين ومحترفين وتعالوا سريعا نتحدث أولا عن المحليين المحليين في قائمة الكابتن نبيل معلول ويمكن توقعناهم معكم أكتر من مرة وما فيش اختلافات كتير عن توقعاتنا في حراسة المرمى كل الحراس أولا إبراهيم علمة طاها موسى أحمد مدنية وشاهر الشاكر الأربع حراس هيكون متواجدين في المعسكر المقبل بإذن الله معسكر الغد في سوريا بعد كده يوسف الحموي حسين جويد خالد كردغلي مؤيد العجان ويوسف محمد وفارس أرنقط وعبد الرزاق محمد وثائر كرومة وأحمد الأشقر ومحمد العنز وكامل حميشة وعمر جنيات ومحمد ريحانية ومحمد المرمور ووارد السلامة محمد ملطة كامل كواية ومرديك مردكيان وعبد الرحمن بركات وعلا الدين الدالي كده إحبارة تكلمنا عن المحليين ما فيش مفاجآت كتيرة في المعسكر يمكن عمر جنيات هو بالنسبة لي أمر مختلف شوية لأنه ما كانش في المعسكر الأولاني في حدود ما أنا متذكر يعني وهو كان بيلعب في قاطر مع تقريبا أحد الأندية في الدوري القاطري ولكن الآن أعتقد أنه بيلعب معناه دي الوحدة تقريبا يعني مش متذكر بالظبط ولكن عمر جنيات ليس من المحترفين تعالوا باجأ نتكلم عن المحترفين اللي تم استدعائهم وكمان نتكلم عن غيابات المحترفين وعن سبب غياب كل العيب المنتخب السوري في القائمة الحالية للأسف غير موجود فيه من المحترفين إلا تلاتة فقط تلات محترفين فقط هيكونوا موجودين مع الكابت النبي المعلول في المعسكر المقبل معسكر غدا بإذن الله الموافق 4 أكتوبر والتلات لعيبة بالمناسبة موجودين في سوريا يعني هم مش هيجوا من بر واضح أن موضوع فيروس كورونا وموضوع الحجر الصحي هيحرمنا تقريبا من كل المحترفين باستثناء التلاتة دول طب مين هم التلاتة دول؟ أولا أحمد الصالح بكل تأكيد لاعب العربي الكويتية ولكن هو الآن موجود في سوريا ثانيا محمود المواس محمود المواس المفروض أنه هو الآن بدون نادي كان ألعب من قبل مع لدي أم صلال قطري ولكن الآن بدون نادي ويدرس العروض التي بين أديه وفي بعض الناس بتقول أن محمود المواس يعني قريب من الانتقال لأحد الأندية السورية لا محمود المواس أكد أكتر من مرة أنه هو بعيد عن فكرة الرجوع للدوري السوري ليس تقليلا من الدوري السوري ولكن رغبة منه وطموحا منه أنه هو ينتقل لأندي أفضل من أم صلال القطري وأيضا الاسم الثالث من المحترفين وهو عمر خريبين عمر خريبين لعب الهلال السعودي واللي قضى فترة طويلة في مصر حوالي أسبوع الآن أيضا هو موجود في سوريا وبالتالي واضح جدا أن الكابت النبي المعلول ريح دماغه واختار ما بين المحترفين الثلاثة فقط اللي موجودين داخل سوريا أحمد الصالح محمود المواس وعمر خريبين تعالوا أجل نتكلم عن بقية المحترفين وعن الأسباب التي أدت إلى غيابهم ليه المحترفين أغلبهم غاب عن المعسكر الحالي للمنتخب السوري الأول للرجال مبدئيا الاتحاد السوري لكرة القدم أرسل دعوات رسمية تقريبا لكل المحترفين أرسل دعوات لعمر السومة والعمر خريبين والعمر ميداني والأحمد الصالح والمحمود المواس ولمحمد عثمان ولأياز عثمان وأرسل لآخرين ولكن هناك بعض من اللاعبين لديهم ظروف تلك الظروف هتمنعهم عن الوجود في المعسكر وجبل ما تتعصب وتتخنج من كلامي وديقول لي لا هو كان المفروض أنهم يكونوا في المعسكر ما ينفعش أن ينت تغيب على المعسكر الخاص بالمنتخب الوطني المنتخب السوري الحقيقة أن اللاعبين بتوزن دايماً وبتوازن ما بين تركوا للنادي اللي بيلعب معاه النادي اللي على الأغلب بيكون عنده استحقاقات زي الدور المصري وعمر ميداني عمر ميداني بيلعب دلوقتي مع نادي الاتحاد السكندري وما بين الصفر إلى سوريا في معسكر داخلي ولا هو مباراة ودية ولا هو مباراة رسمية من ضمن أيام الفيفا وبالتالي هل أحضر معسكر ولا أفضل مع النادي لا الحقيقة أنه لا أفضل مع النادي هو ده التوازن اللي تم ما بين الأمرين أنا قلت لكم من الاتحاد السوري جاء لأن إحنا نستدعي كل المحترفين فبالتالي صقف الطموحات علي وده كان أمر غير مستحب بالنسبة لمحمد عثمان وآياز عثمان الاتنين للأسف هيغيبوا على المعسكر الحالي للمنتخب السوري الأول للرجال محمد عثمان لأن معنادي الخريطيات القطري وهم رفضوا وهو كما نرفض أنه هو يترك قطر ويذهب إلى سوريا في معسكر داخلي وبعد كده يرجع يجعد داخل قطر في حجر الصحي لمدة أربعة أيام فهو جاء ليه طيب أنا أعمل كل ده بلاها من المعسكر وإن شاء الله في المباريات الرسمية أو الودية هيكون موجود بإذن الله محمد عثمان آياز عثمان الموقف بالنسبة لي مختلف شواء لأنه هو في ألمانيا دلوقت وهو دلوقتي أعتقد من وجهة نظري الآن في إطار التوقيع مع أحد أندية الدوري الألماني يمكن الكلام ده إلى الآن ما فيش أي كلام رسمي ولكن آياز عثمان الآن يدرس العروض التي بين يديه ومن بينها عروض في الدوري الألماني وأياز عثمان لهذا السبب سيغيب عن المعسكر الحالي للمنتخب السوري الأول للرجال وأيضا عمر ميداني عمر ميداني العمر بالنسبة له صعب جدا تحديدا أنه هو اتفق مع النادي بتاعه النادي الاتحاد السكندري النادي المصري يعني وبالاتفاق وبسبب أن الدوري المصري إلى الآن لم يتوقف بعد وبالتالي تم الاتفاق مع عمر ميداني على أنه لن يحضر إلى هذا المعسكر الحالي للمنتخب السوري الأول للرجال على أن يلتحق بالمنتخب السوري في المعسكرات المقبلة أو مع المباريات الودية أو الرسمية المقبلة بإذن الله الحديث يصعب للأمان عن عمر السومة عمر السومة تم توجيه دعوة رسمية له ولكن إلى الآن ووفق قائمة المنتخب السوري الأول للرجال عمر السومة سيغيب عن المعسكر الحالي وأعتقد أنه صعب أنه هو يلتحق بعد كده بمعسكر المنتخب السوري الأول للرجال لأنه ما صدرش اسمه بالرغم من أنه تم توجيه دعوة له والسبب أيضا نفس السبب الآن نحن نتحدث عن المعسكر داخلي لا نتحدث عن المعسكر خارجي يترتب عليه مباراة مع الكويت أو الإمارات أو أوزباكستان نحن نتحدث عن المعسكر داخلي كنت أتمنى أن كل المحترفين يكونوا موجودين مع المنتخب السوري الأول للرجال في القائمة الحالية ولكن أنا قلت لكم أن الأمر مرهون بعدة عوامل من ضمنها موضوع فيروس كورونا اللعين واللي حرم عدد كبير من المنتخبات من عدد كبير من اللاعبين كل المحترفين بإذن الله اللي ذكرت اسمه من النهاردة سواء الغائبين أو الموجودين هيكونوا موجودين أكيد جدا جدا في معسكر الإمارات المقبل هناك معسكر للمنتخب السوري الأول للرجال في الإمارات في شهر 11 بإذن الله على الأغلب يوم عشرة 11 هيكون فيه موجود كلا من عمر ميداني عمر السومة وآياز عثمان ومحمد عثمان وآخرين قد يكون من بين هؤلاء الآخرين عمار رمضان أيضا بإذن الله في نهاية الحلقة بشكركم جدا جدا على حسن المتابعة ما زلنا مستمرين معاكم في طغطية كل ما يخص المنتخب السوري على أول الرجال وكرة القدم السورية ولا يسعني في نهاية الحلقة اللي أشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة